عافية عادل كيف شفت التعاون في بعض ظهورها الأول بعد الأسيوية بعد المستويات السيئة جداً وموسم الماضية وحتى في الأسيوية ببادر بك وصراحة يعني مقنع مقلق يعني التعاون لا مقنع مقنع آه بس تحس أن المدرب الجديد يعني كالتيرون يعني كأنه قاعد يحول الفريق التعاون معروف أنه كان له صبغة هجومية يبدو أنه الصبغة هذه قاعد يفقدها الفريق ويتحول لفريق تكتيكي دفاعي أنا ما قلت لك رائع ما قلت لك هو التعاون اللي احنا متعودين عليه وإلى آخر ولا يعني حتى توانبا مشاركته نعم ومنقطع من فترة شوي غريبة شوي لكن إذا تأخذها يعني قبل المباراة أو حتى أثناء المباراة الشوط الثاني كله كان للفيصلي لكن مهم جدا للتعاون على الأقل أن يكتسب شيء من الثقة اللي افتقدها لأكثر من فترة طويلة جدا السؤال المهم جدا الآن اللي يطلح نفسه طبعا هو كيف شارك توانبا إيش الأهلية اللي شارك فيها توانبا خصوصا أنه صدر تعميم بقرار من الاتحاد السعودي بمنع الأندية السعودية من التعاقد مع توانبا فالسؤال اللي يطلح نفسه إلى إلا ناديه الأصلي القرار يقول كذا إلا ناديه الأصلي أنا ودي نتعكد من القرار التعميم الذي خرج إن كان مثل ما تقول يا أبو بدر نعم أنه في التعميم حدد أنه إلا ناديه الأصلي فأمورهم أمورهم في السليم أما إن كان تعميم بمنع التعاقد مع اللاعب فأعتقد أنه مشاركته غير نظامية لأنه كان يجب خروج إما تعميم آخر أو توضيح يعني أنت كيف شاركت لعب أنت قبل قبل فترة أو يطلع يعني يطلع بيان النادي وتنحل الأمور يعني تعرف إحنا نشغالين نحن بإصلاح وفق قانون إصلاح ذات البين لا في نظام يا أبو بدر لا في نظام تزين تزين إن شاء الله يعني خلينا نحاول أنا وياك شوي نقول للجماعة ترى ترى في نظام يعني إنه وفيه أشي اسمه وفيه يعني قرار وهم يسمونه قرار ويسمونه تعميم بس ودنا أنه للتحاد السعودي يظهر كيف شارك توانبا هذه المباراة وفيه تعميم رسمي خارج من التحاد السعودي أنا ما ليش يغل في الكلام ذا عادل التواجري يتحمل شكرا لك